اللي شافها واللي ما شافهاش هنعيش معاكم أحداثها بكل تفاصيلها سواء مواجهة الزهاب اللي كانت في كود ديفوار وانتهت أفريكا سبور بالمناسبة في التوئيد ده كان واحد من عطولة القرى يعني أفريكا سبور كان فريق كبير جداً فقرات أفريقيا في التوئيد ده وكان دايماً موجود في النهائيات مباراة الزهاب انتهت بالتعادل بنتيجة واحد واحد ومباراة سجل هدف الندي الأقلي في المباراة دي كابتن حمد عبدالجليل جلجل ومباراة العودة انتهت بفوز الأهلي بنتيجة واحد سفر وسجل للأهلي في المباراة دي كابتن عدل عبدالرحمن وما بين المباراتين في قصص وحكايات وتفاصيل ده جون كابتن عبدالجليل في هناك في أبتجان صح؟ في مرمى أفريكا سبور ده مباراة أو هدف لأهلي في خارج أرضه وانتهت المباراة بنتيجة التعادل واحد واحد أما قصة مباراة هنا هنعايشكم في لحظات وأجزاء منها كده بس قبل ما نخش في التسعين ديه أنا متأكد مباراة زي دي وحدة زي ده كان ليه تحضيرات وكان ليه كلام كتير جداً اتقال طبعاً مع سكواد الأهلي كله منتكلم على نجوم كبيرة زي كابتن شوبير كابتن إبراهيم حسن كابتن حسام حسن كابتن محمد يوسف كابتن أعتقد هادي خشبة كابتن عامل حديدي كابتن قصام عرابي وغيرهم طبعاً هنشوف الاسكواد كله وهنختبر ذاكرة كابتن حديدي معنا دوقتي في قصة الاسكواد خليني بس أبدأ معك أنت السيزن ده كان أول سيزن ليك مع الأهلي والمباراة بتاعت النهائي تحديداً أول مشاركة أفريقية لكابتن عامل حديدي هل سأقول لك بصفة شخصية أقول لك السبب هي كان أول مباراة مع النادي الأهلي أو مباراة ألعب مع النادي الأهلي بعد انتقال من المحلة للأهلي كان مباراة كاس مصر والأهلي كسب المحلة 3-2 بعدها بعشرين يوم لعبت مع الأهلي ضد المحلة وتعادلنا في المحلة 0-0 ده كان أول مباراة محلياً عادنا فترة طويلة الخواجم مصمم على أن يلعب بطريقة ألم هارس ده الإنجليزي أعتقد يعني اللي أنا شفته أو عاصرته الإنجليزي الوحيد اللي مسك الأهلي أه بالظبط ما فيش إنجليزي تاني يجيب بعد هو كان في الوقت دوت ليه وجهة نظر أنه هو مش بيحب يلعب غير بطريقة أربعة أربعة أثنين فكان مصمم في الحتة دي أنه يجيشتغل كان زمان الطبيعي فيه 3 وراء فيه ليبرو معا 2 قدام منه مساكين بالظبط كده دي أحد أفكار مستر فايتس اللي جي وطور القرى المصاب 3-5-2 يعني فعادي إحنا كنا 5-5-2 كتفرة آه طبعاً هو كان هو ساعتها هو اللي كان سحق دي يعني ففي الوقت دوت وإحنا شغالين الراجل مستقر على كابتن جمال السيد كابتن علاء عبدالصادق كابتن أبريم حسن كابتن محمد يوسف وطبعاً الكابتن شوبير فخلاص ما حدش فينا هيتناقش بقى مين هيلعب ومين مش هيلعب قبل الموتش بالظبط وسافرنا صفر المجموعة بالكامل قبل الموتش الزهاب قبل الموتش الزهاب أما نسافر آه ما عليش أنت قبل ده ما لقيتش خالص هقولك على حاجة ما لقيتش أفريقيا يعني ده خالص فأنت بداية بسم الله الرحمن الرحيم في أفريقيا مع الأهلي رح تلعب نهاية طول بس يا سيد أحمد هقولك على حاجة دي يعني من كواليس بقى جوه قط اللبس أنا عايز قط اللبس ألن هارس كان بيكتب ورقة بيكلم فيها كابتن شاطة وكابتن شافي طبعا وكابتن إكرامي يحط المجموعة اللي مسافرة أو المجموعة اللي هتلعب بالكامل مبهمة مش مستقرة على إيه يعني وتتبلغ يعني بيسعيد يعني بيحط لستة بالأسماء اللي هتلعب بزبط كده لا 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 بيحط كشف 22 أو 23 يسافروا يسافروا ياخدهم سعيد يعلقهم في البلان في البورد في البورد الخشب وإحنا نبقى موجودين كل واحد بقى بيقرأ اسمه موجود أو مش موجود زي بتاعي نتيجة متحانات آخر السنة كده أنا مخش بروح أقرأ الورقة دي خالص نهائي أنت عارف إنه اسمك مش موجود فيها أنا على مدار دوري 16 ماتش مش بيلاعي بني وهو قاعد معي خلاص بطلت تروح تبص خلاص بقى أنا قاعد أنا بخلص تمريني وبخلص بعد يوم بمش الراجل قابليها بتخيل بقى قابليها بشهر ونص قابل مباراة النهائي آه قاعد معي واتكلم معي وطريقة لعبك وتطورك في الأداء أنا مطلوب مني حاجات معينة أنا كنت لو موجود كان لهي تحفظات في شراء اللعبة أو الوافدين اللي جايين من الخارج للنادل أهلي خلاص كان الكابتن طرق سليم قاعد ما بنتناقش وما بنتخدش ونتشور ما بيننا الكلام مش رايح جاي خلاص برحتك خلاص كل ده كلام آلين هاريس لي ليك خلاص خدتنا وبعض نوع سافرنا فأنت فيه وقت أنت بتسافر حاجة من الاتنين بتسافر وأنت مركز للعب كان قبلينا يدينه الصحة الدكتور علاء شاكر قال لي ركز هجيلك في أي وقت ولو جات الفرصة آه مع الأجانب لو ما مسكتش فيها هيشيلك من حسابات وخلص طوله خلاص ماشي أول ما سافرنا وإحنا بتمرن إحنا وصلنا قبل المطش بتلت أيام لا بس احكي ليه قبل ما قبل ما يعني إحساسك إيه والكلام اللي بينكم إحنا بنتكلم على جيل لو تجمولنا سورة سكواد الأهلي في النهائي البطولة دي همتكلم على جيل برضه جيل جيل كبير جدا يعني الأسماء كلها والهم لك بالترتيب طب عديلي كده قبل ما السورة تطلب كابتن شبير كابتن سبريم حسن كابتن شبير كابتن بريم حسن كابتن عالعب صادق كابتن جميل السعيد الحديدي أبو الدهب أيوب شرف محمد يوسف ياسر ريان هادي خشبة عدل عبر رحمن صمو عربي أحمد فهم الله أرحمه كابتن حسيم كابتن رمضان كابتن أيمن شوقي كابتن عمر أنور كابتن عبد الجليل ما فيش حد ناقص ما أقولكش حد ما فيش حد اللي جي بعدين بشوية جي كمونة ونخلة بص كده بالترتيب من الحراس اللي كانت موجودين مصطفى كمال تبان سوتو الله أرحمه أحمد إكرامي كان بيتساعد معنا بيطلع معنا بريم سعيد بيطلع معنا بس تبان سوتو جيل أهلي بعد البطولة دي بالزبط بس كان احنا أقلنا فريق أرسن البطل اللي سوتو أعتقد في الدرر التمهيدي كان هو محطوط النظر عليه إن هو بالبلدي اللي جرائد كده بتساعدها تبان سوتو يلعب الأهلي حارس لسوتو يلعب النادي الأهلي والمبسط على الأهلي ده كان السبب بالزبط طبعا فخلاص بقى احنا بنتكلم والراجل الصفقات اللي جات واللعباء اللي دعمت بها النادي الأهلي دعم فيها في موسم 93 مفروض إن المدير الفني اللي موجود بيديك تصور أو بيديك إحساس إنك أنت موجود هتلعب اديني ضوء أخضر إن أنا أبقى موجود ومركز ما فيش كلام ده خاص الفكرة كلها ده تشكيل ده تشكيل في مباراة العودة لأنه الأهلي هناك في أبيتجان كان لابس الزيت لا أنا آسف كمان وفيه وليد صلاح الدين وإحمد عفتاح مقدر شنسة لا هقول لك الحاجة برضو من الكواليس الفرقة اللي لعبت هناك هي اللي لعبت هنا والراجل قال لك أنا مش غير وما فيش محاضرة عندي وقال لك مش غير وما فيش محاضرة عندي احنا عزنا من المطار على المعسكر كان المسافة قريبة ما بين الماتش والماتش قال لك هو هو نفس التشكيل ومش غير أي حاجة في اللي أنا قلت هناك هو هو نفس التشكيل ومش غير حاجة هناك هنا من العليمين جاء كابتن جمال السيد كابتن aos سام من فوق كابتن Lance كابتن جمال السيد كابتن حسام كابتن شبير كابتن عدل عبد الرحمن نجوم كبار طبعا طبعا وله نفس التشكيل اللعب مباراة كانت مفجأة بالنسبة لك انه اختارك في مباراة انا بالحق انتشار راجل بيقوله المحاضرة لعيناء بيقول انا هغير طريقة اللعب لتلاتة خمسة اتنين او تلاتة خمسة واحد واحد عبدالجليل يجي من دهرك من تحت الكابتن حسام حاسم فاحنا قلنا ماشي مش غريبة يعني متعودين مش غريبة على اللعب الجابتن ده قبل ماتش هناك حتى في التمرين مش غريبة على اللعب جمال السايد في الوقت دوت الراجل وهو بيشرح كابتن علاء قعد معي قبلها بيوم لا يومين بالزبط قال لي كابتن علاء بصادق كل حاجة بنتفرج عليها في التلفزيون عندهم في قبل جان ماتش الأهل اللي خسروا هناك تلاتة كل يوم بيعيدوه لمدة ربع ساعة كل يوم بيعيدوه ان الأهل خسر الأهل خسروا احنا بنتفرج في التلفزيون الأهل خسر أنت بتكلم على التلفزيون في كود فوار الماتشوت بتعيد بيعيدوا القنوات بتاعه ماتش الأهل وأفريكا سبور قبل كده الأفريكا سبور كسب الأهل هناك تلاتة بالزبط كده ويعيدوا 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 احنا بقى لغاية يوم الماتش كابتن علاء ده خلق معايا قال لي بص مالكش دعوة بأي حاجة الغير كسبنا هناك تلاتة هنا في مصر تلاتة هما كسبوا هناك تلاتة بس يعني كان فيه مجزرة تحكمية ما أنت لازم بقى تعرف أن هما تملي بيشوفوا الماتش الأول فين الأول الماتش اللي هيتلعب ما بيننا وما بينهم فين الأول هنا الأول عادي هناك بيعمل حاجات تجنن سحر ومشاكل ووجع دماغ أما لو هناك الأول يتحفظ عشان هيبقى النهائي في القرية فهذا اللي حصل السنة دي لعبنا الأول في كود فوار وبعد كده التاني هنا في ملعب فكابتن علي قال لي بس هما عندهم إيجادة ألعاب الهوى عندهم العيب أخو يوسف وفانا حيث شماكي بلعب جهة الكابتر بريم حسن مش أقل من 2 متر لو شفته حتى في الصورة وهو واقف في السلام الجمهوري يعني طويل غير طبيعي وفيرود يعني هقول لحضرك حاجة زي ما كتاب قال لا 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 ده اللي هو اللي كتب الكتاب ما كتب كتاب وكتب كل حاجة تخص أبي جهن بس جسم كوارشي على كابتن محمد عباس على قوة فلافيو على سرعة إيفونا اسمه أحمد وطارة تكوينه الجسماني ودائرة رقابته ده اللي انت هتلعب عليه نعم هتلعب عليه ماتش قبل ما نسخن لا احكيلي بس قبل الماتش انت خطيني على الماتش عطل أنا عايز عرف أجواء الرحلة أنت سفرته رحته خلاص كودي فور وبتستعده هناك للمعسكر المقابلة كانت كويسة عكس اللي تقال لنا من اللي كان موجود من الموسم اللي قبله أن المقابلة كانت صعبة أن المباراة هتبقى النهائية هناك لكن لا بينك وبين بعض انتوا اللعيبة بتتكلموا كابتن الفريق بيكلموا في ايه مين بيك بوس في الليلة كابتن حسيم كابتن إبراهيم لا بوس الكلام الكلام احنا قاعدين انت بمزبالك كمان سنقول أفريقيا وما تشبكول أفريقيا أقول كورة كمان أقول كورة ده النادي الأهلي انت بتقدم أوراعة اعتمادك للنادي الأهلي جمور ومجل الصدر وكل حال بص زعاد سماني يمكن أقول أنه حتى كبتن الكبار في الفريق ممكن يبقوا خايفين عليك وخايفين منك يعني يفهم قصدي خايفين علي أن أنا أغلط وخايفين مني أن أنا أكون أو مش قد الأول مرة بقدي بالزبط يمكن اتكلم معايا جمال شوية كابتن جمال الساعة عشان جمال كان قريب مني جدا النصايح الفردية كانت بيني وبيني كابتن أبريم حسن عشان أنا وهو أنا وهو نوعك في غرفة واحدة كان بيكلمني باستمرار ما تقلقش وما تخافش أنا في ظهرك وأعمل ما تقلقش لو لعبت الكلام ده برضو زمان أنت بتقول هو خايف علي وفي نفس الوقت بيوجهنا أشتغل إزاي كابتن على عبدالصادي طبعا الهدوء والوقار يعني النصايح المفيدة اعمل كذا خلي بالك اعمل كذا كابتن شو بير بقى احنا تملي بيحصل اجتماع ما بين حرس المرمى وخط الظهر اي يشرح بقى خلي بالك وعملوا كذا والتخطية بنزاكروا بنزاكر البرنامج هم عندهم كلهم لعبوا انا الوحيد اللي غريب عن اللعب انا وجمال انا وجمال في الوقت ده اي اول ناس لعبت يوسف لعب وكابتن بن حسن لعب وكابتن على عبدالصادي لعب وكابتن بن شو بير طبعا لعب برضو انت غريبة بالنسبة لك ان الديفندر اللي قدامك على مدار المطشط كلها هادي خشبة المرة ديفندر اللي قدامك عادل عادل عبدالرحمن اه فانت لازم تبقى عارف ان عادل هيعمل دور اللي كان هادي بيعمله مع التطور اللي عند عادل اللي هو الزيادات والتزديدات عادل سريع جدا فالحاجات دي تفرق كتير معاه هم انت بتقعدوا فين مع بعض انتوا اللعيبة يعني ما بتحبوا وتتجمعوا برا التمرين وبرى محاضرات ألن هارس 90% ممكن تبقى في قدوة الكابتن شوبر لو احنا مجموعة صغيرة كخط الظهر وحارس المرمى لو قعدة كبيرة بنقعد في القدوة بتاعت المحاضرات هي هي او فما بين الغرف فقعدة الوحيدنا محدش بيخش علينا احساسك ايه وانت رايح تلعب بطول نهاية بطولة أفريقيا مع الأهلي احساس اللعيبة ايه كمان يعني لا 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 مميت احساس وانت تركب الطيارة وانت رايح تلعب على أفريقيا ورايح تحقق حاجة النادي الأهلي عايزي استردها تاني مليون حاجة انت بتقدم أول حاجة بصفة شخصية او رايح اعتمادك للنادي الأهلي اللي وثق في الشراء ليك في نفس الوقت عايز تقول لألن هارس انا صفقة نكحة انا مش صفقة عادية او صفقة فشلة باللغة العامية بتاعت الكرة عايز اقول لعيبة انا كويس انا جاي من عن اقتدار كابتن انور سلامة مرشحني وطلبني هو كاب سلاح حسن كابتن رمضان السيد انا موجود انا هعرف اكون سد منيع لخط ظهر النادي الأهلي حاجات كتير بتدور وفي نفس الوقت اول مرة تطلع منصة التتويج هتطلع منصة التتويج الماتش الاولان هناك كفصل اول والفصل الثاني هنا استاد قاهرة جمع روحت الملعب يوم الماتش احساسك كان ايه افريقيا بتاعلي برضو يعني في غانا عشانتي في الوقت ده عشانتي كوتوكو عشانتي كوتوكو كان كوتوكو بلاعب الزمالك وهو افريقيا سبور بلاعب الاهلي في الوقت ده افريقيا سبور في كوت ديفور ملاعب صعبة قوي على اي فريق كرة وعلى اي لعب كرة انت بصوص احمد دخلتوا الملعب مباركة الصبح يعني بالنهار اه بالنهار كابتن ابراهيم قال لي شد نفسك لا اش خليك كده وينزل بشد نفسك وبرق وينزل سخن تروماشي انا نازل سخن اول مرة اشوف الاجواء دي رغم ان انا كنت منتخب اولمبي بس ما سفبتش في الاجواء دي الملعب كله احمر هم افريقيا سبور هو لبسهم احمر واحنا كنا من اول خطوة طلبنا ان احنا نلعب بنفس لنا اي المفروض الضيف هو الهيغاية مظبوط فهو حتى لابس شرطة احمر والفلنة مختلفة من فوق هو لبس احمر اينا احنا لبس نقدر بزبط كده بزبط كده فانا يعني سخن احنا احنا بنسخن انا تملي وانا بسخن ببص حوالي بس في حاجات في جمهور مصري ولا لا مش عارف مش 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 شفتش انا شفت حكا حاجات حمراء وبس الاهم انك انت وانت بتسخن لو حاجات هتخرجني بره التركيز هبعد نظري عنها لو حاجات عادية وهتديني دفعة انت عارب بقى كابتن على شاك دكتور عاشاكل بيشور لنا وبننزل نسخن نسخن حر الاول وبعد كده تحط ريبك في الملعب كله بتدس في الملعب بالكامل وبعدين تخيي على جنب بتدس تعمل حاجات المهمة اللي فيها اخر نهايتها سرعات احنا ملحقناش لقينا حيوان صغير كده بيجري حول الملعب هو يقع وهو الملعب كله يهيص اين هو الحيوان؟ مش عارف حاجة صغيرة كده بس مقلبزة وبفعلا يقع يجري ويقع فاحنا عايزين نعرف احنا سمعنا واحنا بنسخن انه اما يقع ادى احساس للجماهير انه فيه هدف ان الوقع دي فيه هدف مرمى لها دي الاهل